موسيقى جبت معاها الشتوية رجعت الشتوية تقول شكول فيروز قال يعني رجعت الشتوية تقول صباح الخير وليد وردين صباح الخير وتحية طيبة لكل متابعينا ليه وليش نحوالك الحمد لله الحمد لله عرقوب يخضر وكجبت معاها المطر وانا ذكاش قلت العرقوب وخضر وجبت معاك المطر المطر اللي ان شاء الله تكون نافعا للناس الكل بعد هالجفاف الطويل اللي صار وانا وياك نحكيه في الكواليس قبيلة قلنا زادة رب يرفع علينا هالغمة آمين يا رب رب يرفع علينا هالغمة هالجيحة هذي اللي تعمل فيه أرقام تعيسة أما ما صارش علينا قبل انت وياك كنا نحكيه في الكواليس بارك الله انت من موليد 39 ريت قرن ما صارش قبل رينا عمراض أخرى ما مش هك فما عمراض جاء البالوديزم جاءت شك جدري جاءت برشحة جاءت اما هالدرجة هذيها احنا اخذينا كل احتياطات نانا وياك سبحكيه الحمد بالله مرحبا بجيهن زادة اللي اخذت معنا الاحتياطات الكل مرحبا بعدنين في الاخراج كو مرحبا بنضال مروين معنا في الاخراج اللي نسأل معليه برشحة نقول له تحية طيبة نقول له البركة فيك زادة لخالد اللي عنده فقدان في عائلته ويكونوا معنا ان شاء الله الجمعة الجيز مهامونا نردين خمسين سنة من الأداة والعطاء أكثر أكثر هل تتحكيني عليهم ايش وستين ايش وستين أكثر من انيهم خمسين مصرحية أفلام مسلسلات صنعة ربيع الانتاج التلفزي التونسي أنا عندي كل يوم وقت اللي الخطاب على الباب يبدأ يدور مفهمة حتى حد في الشارع أنا عندي كل يوم زادة نسيبتي العزيزة وقت اللي يتعاود وقاله شوف لي حل سيرتو وقت اللي يتعاود أشي يصير في الكبار والصغار هذا الكل تنحكيو عليه شفاي آخر تتسويت هذا بوخت خي سيني جي هنسليني هي سعدية الوسلتي اسم يمكن برشا ما يعرفوهش أمشكون اللي ما يعرفش منينور الدين الممثلة لتقريبا كل سيدي رمضان تدخل لديار التونس الكل هي نجمة المسارح والسينما والتلفزة مواليد عام تسعة وثلاثين بنت حمم لنف وينقرأت تعليمها الابتدائي في الإيكول بخيمير دي جنفي ميزولمان مسيرتها الفنية بدت على بكري في المسرح المدرسي من اللي هي صغيرة ومازلت تقرأ رغم اللي دراستها ما كان عندها حتى علاقة بالتمثيل متخرجة من مدرسة ترشيح المعالمين اللي دخلتها عام ثانين وخمسين والتحقت من بعد بمركز الفن الدرامي بالعمران ومن بعد بفرقة مدينة تونس في عام أربع وخمسين ومن بعد ولات المديرة متاعها رفيق الدرب كان الممثل نور الدين القصبوي اللي اسم الشهرة متاعها جاي من علاقتها بيه وكان زوجها ورفيقها في العمل وفي الأثناء كانت تتحصلت على شهادة في الفنون الدرامية في بدايتها خدمة برشا تحت إدارة المسرح الكبيرة علي بن عياد شاركت في مسيرتها في أكثر من مئة مسرحية أهل الكهف الحلاج أنتيجون مرد الثالث مجنون ليلة وغيرهم لكن على الركح لليوم التوين سيتفكرها أكثر بمسرحية ديم الفرح والمريشال التمثيل مع مونين نور الدين محتكرش كان على الخشبة على خاطر الكاميرا تحبها زيدا وكانت نجمة العديد من المخرجين ومثلت مع عمر الشريف وكلاوديا كاردينال في فيلم جوحا من أفلام مونين نور الدين نذكره خليفة لقرة عام 1969 في بلاد التارننة عام 72 فيلم ساجنين العبدالطيف بن عمار عام 74 فاطمة 75 للمخرجة سلمة بكار وغيرهم الأفلام وكل رمضان كان يعني على الأقل مسلسل تونسي وكل مسلسل تونسي كان يعني في أغلب الأحيان دور جديد المونين نور الدين اللي التوين سأصبحوا يعتبروها واحدة منهم من العائلة والتوى يعيتولها نانا منانا العروسية أمي يا أمي كل رمضان مونين نور الدين تراوها في أعمال كما غادة عام 94 أمواج عام 94 زادة أضحك للدنيا لطهر الفيزة عام 95 الخطاب على البيب بيجز أيهل الثنين عام 96 و97 عمبر الليل عام 99 منامة عروسية جامرة سيدي محروس شرع الحب شوف لي حل اللي من 2005 لليوم ما زالوا الناس يتفرجوا فيه التوينسي زادة تابعوها في أول تجربة تلفزية لها في قناة خاصة نسيبتي العزيزة من 2010 حتى 2018 تجربة على طولها لكنها استقطبط المتفرجين مونين نور الدين ممثلة ليتوها في عديد الأدوار لكنها في الدنيا أم وجد مرامة حرة رغم المجتمع والعائلة المحافظة ومراقوية رغم التجارب الصعيبة والحزينة اللي عاشتها والناس العزيز اللي فقدتهم مونين نور الدين على امتداد مسيرتها الفنية كانت محط أنظار السلطة بطريقة أو بأخرى بورجيبة كان ميفلتش مسرحيات فرقة بلدية تونس وكانت مونين نور الدين وبقية الفرقة يمشي ويمثلوله في القصر عديد وعديد المرات بن علي اللي وسمها في أكثر من مناسبة كان عمره محظر للعروض متاعها والمرزوقي استدعاها من بين الضيوف للقصر أما البيجي قائد السبسي كان يقولها اللي هو وزوجته يتبعوها في نسبتي العزيزة أما اليوم برشم التوينس اللي يعتبروها ممثلة كل التونسيين يلوموا عليها قربها من بعض السياسيين لقاءها بالغنوشي وقربها من نبيل القروي وننردين نلت تكريمات عديدة وعديدة في تونس وخارج تونس لكن اليوم بالنسبة لها أكبر جيزة هي محبة الجمهور أنا يحس في نفسي كون ما تعرفت كين منينا وأمي يامي نحب نوضح حويجة من نجمش خاليات تعدى كيكات أنا تكويني أكاديمي من ترشيح في مدرسة تمثيل في بيدي وأول دفعة خارجة قرات في المعاهد فيها أنا المرحوم عبد الكيف الحمروني المرحوم رشيد يارا جميل جودي عبد الله أنا قريت في منفلوري وفي نهج الروسيا معني هاد المراحل اللي مشين منهم طوال خارجين المعادة الفنوندرامية أنا مريت بيهم بالنسبة لأدوار المسرحيات العربية الكلاسيكية جيل تروت فيها ملت أيميليا في عوطيل إيزابيل في مزور بمزور معني المسرحيات شيكسبير لكل جميع الأنماط جميع الأنواع الأدوار لكل مثلت فيها قعدوا لأدوار الخرانين اللي حذروا عليهم الشابات ومنينة وساعات يقولوا تيش خدمة خدمة لأدوار لكل أدوار الأم وكهو إذا كيحز في نفسي خاطر ما شايفوش لأدوار الكبيرة اللي اللي المسيرة ما تنجمش تكون مسيرة العاشرة سنين والخمستاش لأخرانين يعطيك الصح وعندك هتنقولوا مفخرة واعتزاز بكاريير بدأت وانتي عمرك بارسك 15 سنة 15 سنة كي دخلت الفرقة تكونت 54-55 وقتها المرحوم زكي تولي مات مصري كان على رأس الفرقة بعده هو سي عبد العزيز العقلبي وبعده سي حسن الزمدلي من بعد جاسي علي بن عياد اللي كان في الخارج بحثت وقتها مدرسة تنثيل يقرأ البر ورجع كي رجع جاء للفرقة معنا عاما في الستينات معناه هو أخلط هو أخلط طالية في الفرقة ايه جسما جسما نبعط نحكيه شوي على علي بن عياد افكتف انتي الفرقة موجودة فيها منذ التأسيس منذ التأسيس معنات نحكيه على أمور كبيرة ياسر التأسيس اللقاء مع نوردين القصباو يا رحموي نعمو اللقاء هذية اللقاء كيفاش توصر سيعن كودكار فيه وإلا فيه هاتنقوله مناحبش كلمة مصلحة لكن كان تقريبا ساكوليت سوخس معناها جال اللقاء معنوردين القصباوي دخل للمصرح مبعاثكم كيفاش كانت هو تجم تقول كودكار وتقول مكتوب على خطر ملول هو ما كانش مقريب لي برش كنت مع زملائي الكل مفادل هو عنده شوية وهرع عمل الروح وذلك اللي خليه يتميز عنا غيره فهمت والمكتوب غلب بوقت اللي يجيت بش ندخل للفرقة البلدية الولدة قالت ما ديمه هو أخطبها يلزم تكتب صدقها بش تدخل أنا قلت تقرأ ما قلت شتبه موصلة جستما العائلة العائلة كيفاش خليت الحكاية يظهر لي على حد تقديري الوالد كان فخور أي الوالدي والدتي كانوا فخورين خطر الوالدة كانت موثقفة ما نكذبش يعني ثقافة فرنسية أما كانت موثقفة خطر حكم اللي عائلتهم يهتموا بالباب بالطفلة هذي العائلة الصغيرة العائلة الكبيرة تقلقت العائلة الكبيرة قاعدت تقريب 4 سنين ما ندخلش الجارة عمومتي صحيح كينا يقولولك كل تخدم في البلدية كل خرجة بشنعة تبدأ تبشي وتواصل رد بيالك تقول تخدم في تمثل يا منتي شنخدم المالة كل في البلدية وكهو كل في البلدية عندي سلفي يقول لي ماردخوية أنت فنانة يأكل على رأسه بالدعام من حميتي ما تقول ليش فنانة عيد فهالسنوات هذه يخي قلبك ما دق كان للقصباوي لا 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 لقصباوي بارت مارك الله خطر عمر الخمسة عشر سنية وين بش نطير نعمل جوين نحن ايما من بعد فماش كون يقول عودة حياتي فماش كون يقول لا 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 بالنسبة لي من عرش يمكن بحكم بحكم البيئة اللي عشت فيها هو بحكم عائلتي بالنسبة لي جبت لوليد تعيش لوليدك لكن مبعد المهنة متاعك حميتك بيدها ولا تتبها بيها ولا تقول مولي وتخدم ومولي هم اللي عباد وقتش ولا نقصوا شوية من القيل والقال الوقت اللي احمل الرئيس مورجيب الله يرحم الخطاب متاعه الشهير 7 نوفمبر وقتها في مليفستو المصرح تقريبا يتسمى احمل خطاب وشكر فيه الثقافة والفن والفنانين وقتها بديو هكا يتفخروا بالفنان الفيزا الكبير جامل عبد بورجيبا مقبل تتنم ممثلة يقري ممثلة ممثلة بريسك منعطها بالصباح هو رجل وعيب وقتها في الاثنين لقاءات 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 منهم لقاء مثلا مع عبدالعزيز المحرزي في الفرقة منهم شكو ناس اللي تذكرهم الفترة هذيك أنا لكلهم لكلهم جاءوا أنا قعدت خديقة ولكلهم خالتوا علي أخلوط لكلهم نذكرهم سواء نتعاركوا ونتسالح أما كنش نتعاركوا في التلفز ولا في اللي ذاعات اليوم يتعاركوا العبد في التلفز اللي ذاعات برش فما تسليع الكلام اي مش بهي بالحق مش بهي حلو مش حلو ماذا ماذا بي الكلهم حتى كان عندك حاجة شد ميلك قلوا عليش تعمل هكا ولا تصاد فرا وما نقول لكش بحد في ساعات في لحظة غش ما يقول كلمة لكن ماذا بي حتى اللي ديرين به يدخلوا بالصلحة ناس كما عبد العزي المحر زي ولا غير ولكن ناس كما من بعد ولي اعملتوا معاه برش برش اعمال يعتبر عملاق من عملاق المسرح في تونس سمحني انت شديد عبد العزيز بعلي عبد العزيز جاي قبل برش عبد العزيز اي نعرف وفام معنة علي بن عياد جاي في فترة فترة مرقبة في تومبكو والماجدة كانت تحب علي بن عياد وتحب الفرقة البلدية حتى ان كنا كما قالت جيين فمش مسرحية خلي ما تفرش فيها رئيس بورقيبة ولا الماجدة ووقت اللي صارت وقت كانت بش تصير مؤامرة في المسرح اعمل مسرح في القصر ولينا مشيو نخدمو في القصر باش يشوف المسرحيات وكان يجيبوا مسرحيات من بره يجيو مسرحيات من بره يستدعو بعض اعظام الفرقة البلدية باش يحضروا لك المسرحيات معنتها علي كان شكول دائر به شكول معاه خطر طو انك يقولولي فترة اللي بنعيد اقوى فترة اللي ازدهرت فيها الفرقة صحيح اي ازدهر فيها زاد المسرح في تونس جملة على خطر بورقيبة كان مغروم بالمسرح وعلى خطر كانوا المسؤولين اللي لهين بالمسرح الكل هم مغرومين به الحكومة بيدها كانت مغرومة بالثقافة انا اللي بهتني شوية زاد اللي هنا كي قعت نقرة شوية في حياة مونينوردين كيفاش وفقت ما بين هالممثلة اللي بديت عمرها 15-20 سنة واللي درجت داخل داخل فرقة مدينة تونس تنخلته حتى للدارة من بعض الاستقالة اخيرا داير فيها ما يتقالت انا حكيو فيه من هنا لاخل الحصة 21 سنة درجاع عندك ثلاثة صغار تبركلا كمان كيفاش وفقت 36 سنة عندك ستة كملت أوليدي تبركلا تبركلا هذا يلزم زاد يلزم مجهود كبير على الخطر مغرام فما فما زاد فما نظام زاد تعرف كيفاش تقسم وقتك انا كنت كين ندخل للدار اوليدي قبل كل شي ومسؤوليتي كزوجة وداري ومبات وان كان في فترة تسعلي بن عياد كان حتى كين روح للدار يخلط علي للدار ويجيب النصوص ويجيني اها وكان يقول بش يعمل هك ها سيزون بش تعمل هك بش قولك يا نوردين بش نعمل هك حتى النهار نوردين تفتف مرة عرص وخلينا رايز يجيب لك المسرح ونصوص للدار يجيب للدار يجيب للدار لوليد محمد كوكا بشير دريسي عبر رزويت الكل يجيب للدار فماش حد ما يجيش للدار القاسب هو هذا فيه سر زيدا السر متاع الشلة متاع نسلي موجود بارتو أولادي الحمد لله عاشوا في وسط فني يعطيوا للفن يقدروا الناس الحمد لله سمعتهم طيبة مع العباد الكل الحمد لله من الأدوار هذي بشكون هذا سؤال نخدم به الفترة اللولة هذية من الأدوار هذي ومن المسرحيات هذي أنا هي المسرحية القريبة القلبك أنا هو العمل اللي قريب القلبك وفرحانة به ويقعد لك سوفنير فريموك بيريسر أنا أدوار لكل خاطر كل الفنين يقول لك هكا من تفهمي أدوار لكل نحبهم وكل دور تحط فيه من عرق ما تفهمي ما فهمي دور اللي كان صعيب هو دور العجوز فيه دور ثانا خاطر لنا مدة حياتي المسرحية الكل اللولانية نخدم فيها دور البطول العجوز في يرمى كانت مفاش ألي الساعة خاطر ساعة لي وقت الاختيار فجأني جاء من وقت التوزيع قال ينا هو الدور اللي ترى روحك فيه يقول لك بش تنجز على يرمى بش تقول يرمى قتل وينا أنت ينا هو الدور اللي سعب عليك قال يدور العجوز قتل لك دور قدش عمرك وقتها في 1969 1969 بقطن ازدمت على الدور هذك أو عجبك وقعد في مخ ساعات الممثل يستحق أنه يزعز عروحه شوية كي خدمنا المسرحية تيرمى في القاهرة خرجوا عنوان البطل اللي خسرت بطلتها ساعات ونتفرج ونقعد بيهتين في دور حتى دور ثانوي خاطر ما تبرز في دور بطولة عندك وقت بش داوي غلطة عملتها أما دور ثانوي ما فيهش أما تجد ولا ت ويهز ساعات مسرحية كاملة رجعين بعد الفاصل نمشي وعاد نبدأ وفي مغامرات في ذهن التوينسة غريبة الأطوار خاطر إلى حد الآن فما حاجة اسمها شوف لي حل مثلا أفريتاب الفينومان أتنا حكيوا عليه شوية لن نردين مع نص نهار وعشرين دقيقة شكرا لكم على الاستماع عليني شوية ما اسمها بورتري باي مزيكة مسوعة من زمان كل نهار حد لذيكاش ناخذ فما شكول قال لنا خذوا سوئتين شوية علينا الساعة لحقيقة ما نحبوش نطولوا عليكم وانتم ما في الكوجينة ولا في الدار ولا في الكرعبة ولا تسوقوا ولا وين ما كنتوا إن شاء الله رفقوكم على امتداد الساعة هذه ونحكيو لكم برشا حكايات قالوا غاتيني شوية منه هاجيني هاي كلمها بالتوينس شوف 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 لي حل شوف لي حل كوميديا هرق العادة التوى موجودة في بالتوينس ما هو السر السر انت عشوف لي حل اينا يذول نص حلو ومتين وموجود في كل عائلة احداث تصير في كل عائلة تونسية توزيع محكم وصحيح بالنسبة للأدوار معنا الممثلين كل واحد في بقعته كل واحد في دوره الكاستينج قوي كاستينج قوي النص به النص به الإخراج منتراز عالي سلاح الدين يا رحم تبرك الله عليه ويهتم بكل الشقيقة ورقيقة يعني ساعات النص يشدوا هو بالحاج يعود الحاطم يعود ساعات مشاهد يعودوهم مع بعض الغالي نذكر شوية الخدمة في الحال في السنوات الأولى ونذكر الدكور ونذكر الامبيانس سلاح الدين السيد كان يخدم باليكيب متاعه السكريبت متاعه والديركتور فوتو متاعه كان فريقه ما يتغير وكان عنده هالطريقة الخاصة جدا في الاخراج متاع متى كيلو يرد باله كل بلان بقيمته الناس اللي يتفرج اليوم يمكن ما يجيش لبالها أما خدمة كبيرة يسر في الكواليس خدمة كبيرة يسر في الكواليس والشي الغريب في الأمر اللي خلينا لكلنا نعيش عائلة وحدة اللي يسيس سليح حمرك ولا تسمع يعيد حمرك ولا تسمع يعيد ساعات نخضر روجه أزرق نعرف اللي بنرفز نجيه نقول وتكلم شبيك سيس سيس برش الله يرحم يا رحمه نعم ومخرج كبير ياسر 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 أنا نحبه برشا ولقاءتي معاه كانت لقاءات لحقيقة فيها قدر كبير ياسر نحبه ياسر زوز من الناس موجودين في هالسيري هذية فين شعر يا رحمه سبوعي سليمان لبيض سليمان لبيض موجود كمال التواتي ولادك الزوز ولادك الزوز ولادك الزوز ولادك الزوز كمال لذيك قرامعا ولدي الكبير إن شاء الله هو طويل عبر مم قرامعا ولدي سوفيان مولود قدامي حبيب وكان يخدم معنا في الفرقة البلدية سوفيان مولود قدامي ولدك ولدي تعرفوا من اللي صغير هو بيد والله يا رحمه حتى ما تعرفوا يكوني فدلك كان نخزر له نعمل مياه فجأنا هاي فجأنا هاي أنا منول منولي كنت نعرف اللي هو ينجم يمثل من اللي كان في الفر يجي معنا والكل نعرف اللي ينجم يمثل على خطر عنده الفدل عنده النقطة وهو انغوبة بيت تحسو كلي فما نوعا عرف يستغلوا عرف كيفاش يستعملوا هاتناس مع أولادك الزوز في الثاني هادي ترى يا بابا ما تعيش محيق ها سليغويا ودي شغذيت لامي شبيق لما حني إخويا سليمان شبيق بابا ماتية تخبع لامك قولي عايش والدي غاضطك كيفاش أسبوعي يجيب لهدية وانتي لياه أي شو سليمان أسبوعي هذي أول مرة يهديلي فيها حاجة وانتي عمرك كامل أمسكني حديك تكسي وتوكل وتشرب وقدم مرتك ميرجدتك ديما تجي من حميتي مش هذي أعز هدية تستنيها لأميما من ولدها يامي هذا كل ما هو شمزيارة عمزينية ونص عايزين أملك لماذا تفير غعات ومالهداء لاثنين أولادي وكيف كيف أرجع وقضح ذيما عايش ولدي يامي هني خلتوا راكل قل ألو لا لسلي من لبيض قل ألو قل ألو قل ألو أهلا 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 مونة لبيس عايشك للا انت وقتها في سيكونسة ديكة بكيت بالمجد وانا توض موعي هبطت بالمجد عايشك شنه أحوالك يعايشك شنه حوالك لبيس واللهي لبيس لله لبيس لله عايشك كامل حمد لله الأسلام تكسيق بالكل شي عايشك واللطف ما هالجهل المطقعة اللي ساعات انتيحوا فيه وإن شاء الله بدوام العمر وإن شاء الله بحذينا يا كميل في قرب وقت. عايشك يا عايش خوي اكا نعيش وقال ليخ انا اراد مريض معك ميديوكريتي. ألوك جونا باوجود لميديوكريتي اش تقول لها مونانوردين. شو قول لها مونانوردين اولا انا بخلاف يمكن المجموعة الكل مونانوردين تاريخ كامل مع معانتها ستدير. سيلا ميموعة تعنا تويكا. سيلا دويان دي كوميديان دي كوميديان في تونس. صمت تاريخها يمشي البعيد بالكل من وقت من الاخر الخمسينات معانتها مع التكوين الفرقة البلدية ومحمد عبد عزي العرب هي معانتها هي موروث كامل وهي خزنا معانتها مع معلومات على المسرح. كامل في الخدمة في الخدمة في الخدمة احكيلي الناس ليك اش تحب تعرف في الخدمة في الريبليك وقت اللي انتي تتكلم هي تتكلم انا نعرف اللي انت قلت في وقت من الاوقات انو تقولش عليك في نوع من نيرفانا التكست يخرج وحده شيخين وما بعضكم ظاهر لفم شيخة كبيرة. لا بالطبع هذاك عليك قلت لك كبيرة لتاريخ كامل في خطر افو رب لي لجان معانتها. يزم الناس تذكر شكوني مونان ردين ومن جانب. احنا قاعد نقول مقبلة واحنا نقول. احنا نحن نعرف في الخدمة في الخدمة مونان ردين اولا تعطيك اولا تعطيك الاطمئنان معانتها انو 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 تخدم تخدم مع امرأة اللي اللي تبدأ مرتاح معها وتبشي لبعيد ماناش قاعدين نمثلوا احنا وقتا. احنا قاعدين نمثلوا احنا فوق التمثيل معانتها تجاوزنا حكاية التمثيل. حتى المخرج معانتها يعرفك تعرف التمثل ما هوش هادا المشكلة. معاند مونان ردين ولا انا كل فانتني يعرفك تعرف التمثل اما هو وقت لي معانتها اختارك انتي بشتعتيه هاكل جيستو ما هاكل النبو الاخر فانتني هاكل متاع الشاعر انا نسخه ديما بالشاعر وقت لي نمثلوا فانتني دونك اه هذا هو هادي هي يعيشك يا كمال يعيشك ان شاء الله ديما تمتعونا وان شاء الله ديما معانا وان شاء الله انتي تكون بحضانا في فرصة قادمة اللي قلتو مهم ياسر كيفاش التمثيل يولي يولي اندوزيام ناتور معاناها طبيعة تقريبا جاملة الشيحي ما فهمتش انا كيفاش الاحماد ولا والكننة نجم اكونوا اصحاب في الدنيا قل صباح الخير جاملة صباح الخير صباح النور صباح الخيرات اي ترتب في السيرة ايش نعلك طفلة باي يقول انتي تعرفني انا نحبك ونموت عليك واللي ولي علاقتي انا وياك ما عنده حتى علاقة بزينب ومخليف مخليف يا قبيعة محليك يا طفلة محليك نحبك انا ونموت عليك بالحق على خاطر صدقني من الاول وقت اللي بزينا كنت نحس وكنت نمشي لها نقول لها اما نسمحني في الجد تفكر ولا ليه وانتي تقول لي نعرف رياذيك الشخصية انا بيتي نعرف رياذيك الشخصية اما بالحق راو 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 نحبك على الاخر حتى انا نموت عليك وربي خليك لينا وربي لا يحرمنا منك وتقعد تاج على روحنا القلو واشبش نعمل يستفزوني 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 يمبخوا فوق انا بالحق الحاجة هو شيء اللي المسرح يكوننا فيها ولكن شفت اللي عند مادام موني راي حاجة غار بالحق على خاطر انا شخصيا واحدة من الناس عمري ما شفت تردد في كلمة اللي ساعات انتي تقف قدام ممثلين دي جون وتلقاه هكا يصير فيد في النص ولا في الأداء هي عندها تلقاه هكا بالحق تعلمتوا منها وشخصية قوية وتحس روحك بين اياتي امينة معناها كما قال كاميل توا ما نشن مسلو معناها وليت حاجة تجري في الدم تجري في العروق يعيشك يا جاميلا يعيشك يعيشك يا جاميلا نحبك برشا وربي خليس لنا وينا يتحفونا يعيشك يا جاميلا يا جاميلا الشيخي شكرا لك على تدخلك بان دماغ جاميلا برك الله فيك كاميل زادة برك الله فيه ألو كان جاهوني في داما سوفيان را ناخدينيه بالتاليفور ولا را وجاي بحدينا أشفار كيف توفى سوفيان انتو ما شلنا راكم دخلتوا بعض ما نعرفش أنا وقتها في داري في فرشي باش نرقد وبنتي جيت قتلي سمعت قالوا سوفيان جيتو كريس قلبه قلت له اثبت ما نعرفش كوم كلمة فات الوقت لديك عنا صديقنا ليبي حملت تاليفون قال لي ستموني صحيح الاخبر اللي سمعتو قلت له استنى أنا نثبتو عملت دارتلي بنتي براسها هارة وسايق نبكي ونقول له صحيح 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 وهو يعيط الله هو أكبر من وغاء ما شير أخرى ما نعرفش على روحي كفاش خرجت كفاش مشيت للدار وما ما نكذبش عليه كان اللي صار لي في سوفيان ما صار ليش في ولدي فايسل فايسل كنت رزينا أرزل لكيك أما وقتها مابولة مشيت تشلا مبعاظكم تخدموا مبعاظكم اخوات محبة كبيرة السكسي موجود أي وتختف خطفة اخطف 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 وما نعرفش ان توسعات يلومون يعني اقول ليش ما تمشيش اللاطيفة ما تنسألش ما قولنا انا مضربة في ذربتين لاطيفة ضربة ضربة واحدة انا ضربتين فايسل يرحمو يناعم والدك وحدك وحدك تختف خطفه كيف يمشي الفرنسا يمشي حدي رفيون جاني الخبر جاني في صندوق هو هذا الهني انتي قلت فايس المرة هشان يرحمو يناعم ويحب نقعد عندي التصوير انت عمتا قبل معي ولتوا نحسو كي نخافي ولتوا ومانيش مستنسى نوصله المطار المرة الاخرانية اللي وصلت والمطار وهبط وقتلوا استودعك عند الذي لا تضع عنده الوداء قال شبيكم وخطر ماركة فرانسيكس وشو تلسين سنين في فرانسا شبيكم قتلوا لي حتى الشاي بر بيها 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 حد حد مني جميع عارف جمرة فقدين صعيبة 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 برش حمد الله معانتها ما نحبش نحرك الوجاية لكن في طبيعة الأشياء لهم تحركها بتحركها في طبيعة الأشياء الصغير يدفن لكبير يعطيك الصحة أنا كنت نقولهم يا إن شاء الله صغير بصغير والكبير بالكبير رب يحضر الله حب التوينس الكل يعوض لك يعوض لك وفاة فيصل يرحمه نعمه تعيش فريمو أنا بيدي باهتتني شوي كيفاش ميتة صوفيان وفاة وذكرتك في ذكرتك في فيصل سنوات هذه ماش سهلة فهل باهي وصعيب كمانا ماش سهلة ماش سهلة دنيا ماهيش سهلة ربي يجعل لنا حجيب الغفل نقول لهم هناك النس واللي وخدمتنا تساعد شوي على الحكاية خطر تعيش شخصية أخرى تعيش حياة أخرى تولي تدخل في أكثر من حياتك العادية تنسى شوي وحنا نحكيه على الأيام اللي كيف الريح في البريمة وتمشي وتجي لأيام تطلع تحبط ها هاي مثال شو شوية علشنا كيفيش تعمل مع الوقت اللي يتبدل هذا أغاني تتبدل أذواق تتبدل أنترنت تجي أنستجرام يجي فيسبوك الدنيا تبدل كيفيش تعمل مع الدنيا اللي تتبدل هني تددش معها هني تددش معها الفرقة أخذت لي برشة من الوقت كنت مكثر الوقت من عديه في الفرقة المسرحة التلفزة أخذوه من برشة الوقت ونتعمل مع الناس أنا من طبعي من طبعي مع الناس كما قلوها رائدة منيش من اللي يردين أنه 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 تتأقلم أوكي لكن في نفس الوقت أنا عندي يا سيدي عمل عملاق اسمه الخطاب على الباب هذا زيدة شنوه سره؟ علي الواتي سلح دين صيد الكاستينج تحيفة الشخصيات المدينة بيدها ك هات نقول أنغسي بتاعك كبلاصة اللي لمت هذا الكل شنوه السر؟ هذية اللي متغلب فيه أكثر من كل شيء النص النص علي الواتي علي الواتي علي الواتي متشبع برشة بالمدينة معنى متشبع نقول لك متشبع بابا من قدموا له تحيز داعلي إن شاء الله يكون بحدي إن شاء الله ما يخلي لك حتى شيء معنى كل واحد يتكلم لك بلوغته الخضار بلوغته الأديب بلوغته الباندي نتع الحومة بلوغته كل واحد كيفيش المرأة منينا لغتها ما نتهم نفس اللغة لقينها الخراج الدكور الحطة لكلها لقينا رويحنا إحنا الممثلين فكل جو ذاكا زا ما جلو صار للتوينس أنا نقعد نقعد نتبع شوية شي سيدكم خالنا نحاول نفهم كانت تاقف الدنيا رأي كانت كان تفرغ الدنيا الناس خطاب على الباب الناس ما كانش تخرج من الدار هما رأيهم الناس كانوا يتبعوا المسلسلات تونسية أي مخطاب على الباب عنده عنده حب خاص عند التونس عليش قلت لك لك لها المصفاخ انت على المغرب أنا التوى كي نعود نتفرش فيه وقتك لذين ويبرد صورة انت على تونس ولذين من كل جامعة جاي ونحس لحمي قشعر شبينا معاتش كيك شبينا معاتش نلقاوه وكي ينو كي ينو كتاب وإلا صورة فوتوغرافية على التونسي وعلى التونس وعلى العائلة التونسية وعلى عاداتها وينما كانت قاتل ليهم الجهويات قاعدة قاعدة تطلع بصفة غريبة أولادنا وأحفادنا والكل هم يتفرجوا فيه اللي بالنوستالجي اللي عاش عايش نستالجي وللي ما عاش هيشها كل فترة ديك قاعدة يحب يتفرج يحب يشوف يحب كيفاش كانوا جديد وعايشين وعايش فما نوع من الذاكرة اللي موجود داخل العمل البيض اللي يخليه كل ما يتشاف على لميت كل خرافة يزيد يحيا هلو هلو رجعين جس بعد الفاصل مازال برش حكايات مع مونيل وردين في بورتري باي موزايكاف مرحبا بيكم بورتري باي موزايكاف نستقبل اليوم مونيل وردين العمليقة مونيل وردين اللي نشكرها اللي هي موجودة معايا اليوم برشة بشي غيرو من لي صغير بالمرة هذي مونيل وردين مشيت الموزايكاف مش ماذا مجتنيش مرحبا بيكم وشكرا لي كنا ورت الستيديو وكنا نحكيه على الخطاب على البيب تقريبا اللي كلمتهم من كل يقولولي عندها قدرة كبيرة ياسر على أنها تحفظ النص وعلى أنها ترتجل في النص شمعانتها معنا إذا كان فما وحل الكلمة تخرج ساعات تراو كلمة كلمة تتبدل في النص بأنا فن جمود أما أندي كيفش تعمل وقتش تحفظ هي الحلية كيفش من تكوين الشخصية من اللي تبدأ تكون في الشخصية متاعك تدخل فيها حتى اللغة تولي متاعك النص هذيك هذي كانوا متاعيين وكي تغيب عن خدمة في الخدمة كلمة من عند زميلتي ولا زميلي أنا عايشة كالنص هذيك يلزمني فكل فترة فكل موقف هذيك شنو موقفي شنو اللي نقوله أما ترتجل بالصحيح حسب للشخصية هذيك راجعة للتعليم آه دكار هذيك راجعة للتعليم ممرس في في بدي العزيزة في من موقفنا و موجيهة قعدنا نعمل في الإمبروفيزا için الأثني قادنا في الإمبروفيزاzusagen إخي سليح قال لي كيفش مشيته قلت له لذيك راجعة للتكوين م طره صنعه وقرائه وجيهة باركال عليها قلش نحبها وجيهة اللي نقدمها أجمل تحية هي عديد الأسماء اللي تتشبدوا احنا نحكيه ولغ هو ستيش فيصل بزين فيشيكة فيشوف رحل وبرشة خدموا خرين وعلاقة كبيرة وممثل قمقومي ممثل كبير ياسر وعنده محبة خاصة عند التوينسة فيصل بزين عسليما نهاركم ديقلا وحليب نهاركم مبارك صعيد مرحبا وخيتي الكبيرة هي قتل يسمع يكلمت في تلفور قتل وخيتك قتل يميمت إذا كان مش مميتك فيصل مرحبا دي عايشك تقول لي أنت كي ولدي فيصل وإن شاء الله أنت أعطوا لعمرك إن شاء الله نحليها كلمة رب يفضلها عندما كان خاصة عندكم الكل فيصل طبعا طبعا مدام موناء عندما كان خاصة عند التوينسة والجزائريين والليبيين براسك المغرب العربي سرتو أحنا زماليها أولادها أنا بدايتي كانت معا مدام موناء نوردين كانت في فرقة مدينة تونس كانت في الخطاب على الباب أنا توقفت قدامها في الخطاب على الباب بيوسي أحمد سنوسي الله يرحمه سيراوف بالقمر رب كانت لي معناها تجربة باية وخايبة معناها ذي كان من الأعمال اللي كانت في نجاح فيصل بزين اليوم يعني يعني تقف قدام عمالك كما مدام موناء والناس أذوكم ربما نجم كان يزيدك البلوس ما نجمش يهطك اللوتا يعني نجم كان يعلمك الصحيح وتبني خطوتك ودرجاتك بالصحيح حاجة خارقة العادة فيصل اشتقل لها موناء نوردين هاي قدامك تفضل وقل لها يا ممتي ربي فضلك ويعطيك صحة بدنك وربي إن شاء الله من نجاح إلى نجاح وإن شاء الله ديما متقلقوا ديما لبوا الداف على الفن وعالفنانين وصرتوا على فرقة مدينة تونس يعيشك يعيشك فيصل بانديمور شكرا لك على تدخل معنا على فرقة مدينة تونس فرقة مدينة تونس فرقة مدينة تونس ساقبل كل شي أحكيلي كيفاش كنت تنجم تنمشي تعمل تصوير شوفي حل وتنمشي تعمل عروض مسرحية الماريشال في الإديسيون تحال جديدة في نفس الوقت هذه الزمعين يرجعين كبيرة ياسر هذه زمع الطاقة إنكرياب عشت فيها كل فترة ديكا أنا وصوفيين نكونوا نصوروا في شوفي حل شرقية جو بانس نخرجوا ونركبوا في الكرابة هو ويسوق وانا بش نمشي معها بش نخلطوا على الفرقة وين تبدأ تخدم قد عملنا بها عروض عملنا بها تورنية داخل الجمهورية لكلها بش نمشي ويبدأ يجري ونقولوا يا صوفيين بش شوية عايش ولدي يقول لي أنا عليا بسوقان ونت عليك بالقراءة يقرأ قراءة أنا عليا بسوقان ونت عليك بالقراءة أجل لم يجيش إلى بالي أنه عبد قادر في سيزون يعمل من سلسل قداش كان ياخذ لك وقت مثلا تصوير شوفي حل حيرت نقول لهم لشتغني أغديناء نهار عادي قدا يبدأ العاشرة يوفى ثمانية. بالنسبة لينا كانت نمشي اول واحدة في الصلاح. الملجي بن تارا ما هو المساعد الاول لنتعسي صلاح يحطني في اول مشهد. خرج لك لسان باش تنجم التدقاش اول سيكنس نخدم فيها واخر سيكنس نخدم فيها. مسميته معذي بي. معليش تجيبني ملول وتصيبني في اللخ. وانتي عندك من بعد العروض بتاعك. لقد كانوا ينجموا يلمولك. معليش زعمه؟ من نجموش على خطر سيستيح يحب كيف يتقولون انتو ما في ال... بري... بريمانتي بريمانتي يحب الليسين حادرين بريمانتي. بعد يسهلوا الخدمة في المانتاج هو عندو عندو من بعد الديليت يفريزان وعندو برشة خدمة لازم يتخرج لساني تاعه. ولهذا سي ملجي بن تارا ما سميته معذي بي. يجيبني السباح اخر واحدا نخرج انا. والملجي بن تارا كان مدير الانتاج على الابق. لأ كان المساعد الاول. ها شوارتqué كментور حوالي. وقني سويرا فى فخCDك. كانوا يجبني ان تضع تقطير سيقيا فى فخدا سيكاه عراق. ساقيا تعكش بالحق ساقيا تعكش. انكريا. دونك تعمل مساج تحط تحاول كيفاش. ساعد نحط دبيبز بالمياس تحت ساقيا. قد نمشي في ساقيا هنا ونجيب. وبعد نطلع في الكريبة وهو عليه بالسقان وان عليه بالقرئين. بالقرئين وتمشيو وتمشيو. يا رحمي نعم وانتي في الأثناء على ذكر دبيبز المياس. قالوا لي دبوست المياس تحط فوقها اللوبانة. باش ما يمسا حد. مش قلتي ما ما. كل شي عدية لجريجي ما عدية وشي. مواسوسة. مواسوسة. أنا حتى في داري كاسي واحد ومديلتي وحدها وكل شي. هاي كدبوستك واحدة. قلت لك أنا أنا عمل لك القهوة ولا جيب لكم يا قطي. ليه. 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 الاستقالة من الفرقة هذه فرقة مدينة تونس فرقة تدخلها من اللي تأس تصنع فيها ربيحها وسنواتها عائلة ثانية هذه عائلتك حياتك حياتك نقول لك حاجة وقت اللي سي عباس بحسن الله يذكره بالخير سي بشير دريسي قدم استقالته سي عباس بحسن قال نجمد هالفرقة بنتي قتلي بالنسبة لينا اليوم بابا ميت ما ميتش قبل خطر الفرقة كانت بالنسبة لينا ذيك حياتهم أوليدي يقول لي ما عرفت ذيك مش فرشي اللوجين تعال التياتر كانت كبرت نهزهم معايا في التمارين عاشوا في الفرقة وعاشوا في المسرح دونك بالنسبة ليه ما ذيك حياته ما ذيك حياتي أنا زيدة أخي جدت ما العبد اللي عادي حياته عليش هالاستقالة من الفرقة شنوها صاير في الفرقة الفرقة أنا عمري كامل عديته في الفن بقبري مع الناس الكل الناس الكل يحترموني المسيرين الكل سواء كان في المسؤولين على أعلى مستوى من بورجيبا الله يرحمه البن علي الله يرحمه قل هالي الدغريا شكو ليسا رأتيني الدغريا في السنة في الفرقة هيا من عمنا ولي بديت الحكاية رئيسة البلدية من كذبش عليها معنا تاك اللي تحترمني الأقصى درجة مادام سعاد عبد الرحيم باش نقابلها من غير موعد نجي لشي واشا قوله نحب نقابلها قوله قولها تتفضل حتى بحديها حد قولي أدخل تسمعني أما ولت الحكاية فم برشا مستشارين برشا آراء فم شوية أنا ما نقولش تشليك خطر عمري ولا نخلي حدي شعلكني بقيت روحي ما عادش باش نجي منضيف للفرقة حتى شي قلت لهم سيبوني قلت لا يزيني بديه معالي تزغل لا 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 تغيذني الفرقة تغيذني الفرقة تغيذني الفرقة خطر بش تولي اللي يجي يحب يحكم فيها ما تجيش عندها قانونها الأساسي عندها قانون أساسي عندها ممثلين ما عادش فيها عناصر فما تليف عناصر فما ربي إن شاء الله يوفقهم وربي يعينهم كوثر وريم وفيصل وكرام عزوز أربع عناصر أما البقية الكل ما أنت معادش فما الهيكل التقني موجود لكن ما حد شكل هيلة منه بتاع الفرقة ما عاد شكل الستاف القوي بتاع الفرقة بكش الفرقة مستعدة بكش الفرقة مستحقة لناس كيف كانت ماذا منين وردينا حاولنا نطعم أنا تعاملت بش مع خرجي اللي زادر في وقت من الأوقات استقطاب ناسي مختار لوزير معنا كمدير فني لكن من بعد هو بيدقل من نجا مش نخدمه في المكينة خوية المكينة الإدارية الميزانية قليلة ميزانية شوية ما فماش إمكانيات قدش بش يلتي في بورطان يلزم الفرقة تمنع ويلزم الفرقة تلقى طريقها ويلزم الفرقة تلقى مستقبلها أورجستما ولهنه السؤال لا يحتمل الفضل في أورطان الركروتمن ما تنجمش تستقطب على ناس جيبنا ديتاشمان قاتل دكورد جيب ديتاشمان لقيت ستار رضويني كاتب وسيد مسرح وممثل تلقيت روح تتخبط تلقيت روح تتخبط وتلقيت روح تتدرب في راسك جيب برنام دنيا بعد ستين سنة وكل شيء محلول وليب محلول جيب برنام جيب برنام جيب برنام جيب برنام جيب برنام جيب برنام من عرفش يلزم هالناس يحبوها الفرقة يلزم هالناس سؤال لا يحتمل إجابة ما يحتملش إجابة دلوماسية إي لا اليوم فما منصب وزير الثقافة ولا وزير الثقافة شغر هل تعتبر نفسك معنية بتسميك كوزيرة للثقافة أبدا أبدا أنا حتى إخراج ما عملتش في حياتي يعني يبن عييد مرتين اقترحها لي بش نعمل إخراج حتى كان ليه ليه أنا نحب نجم نجيب برشة ديناميكية نجم نجيب برشة نظرة فيها فيها علاقة بين الماضي والمستقبل نعاون تعاون نعاون لو زير الثقافة نجم كل من المستشاريه نعاون نعاون نسل كل أنا الفرقة متطورة أنا فيها طوام مدة 4 سنين نخدم بليش فلوس المهم الفرقة تخدم أما ملقيتش يكون يهز معايا مايش يهز معايا كل بيحتهم وكان مصلحته على روحه ولين ردين فرحانة بالمسيرة المسيرة الستين سنين فرحانة بيها فرحانة بيها الحمد لله فخورة بيها أكيد على خطر مع الحمد لله ما عملتش في هذا كما قالت نعم ما يرحم الحمد لله حس في ذميرك مرتاح المعليك كيفاش تمشي شوية الرجل الغنوشي هوني نحب نوضح وضح نعطيك 30 ثانية خاتلصنا لنهاية الجمعة هذي كبيدها اللي كرمتني فيها النهضة مش شيخ الغنوشي كرمتني فيها النهضة الجمعة هذي كرموني فيها ثلاثة عحزة قلت ما نمشيش لهذا يعطيك الصحة مشيت اللي أوليني سي بنغربية الثاني اللي متبع سي تعلينا لكن مشي تلات أحزة الثالث مادام سونيا زغليمي اللي مكلفة بالمرأة هي وعيد المرأة مكلفة بالمرأة في النهضة عملوه في المشتر ونهارتها يمين الزغليمي قصدي لا سونيا الزغليمي مش يمين قطع كان يمين أنا قلت مشي للنهضة أما هي مكلفة بالمرأة في حزب النهضة وفي المشتر ممشيتش المون بليزي حسن الموخ الهدرة تعتبر نفسك حتى حد ما احتويك الحد الآن حتى حد ما احتواني إذا كان يمكن أقرب الأحزاب اللي كنا فيهم اللي وقت لينا صغيرة كنا في الحزب دستور وقت مرقب ومن بعد قاعدنا تجمع كل يعرفوا جمعة النهضة يعرفوا الحكاية هذه كل تجمع يعمل حاجة ويبعث لين بشيله نختيش بش نفرجوا فيك في حاجة جديدة إن شاء الله إن شاء الله انتي تقول الشعلة مازلت موجود طبعا والغرام مازل موجود أنا عندي كيخرجت في الروتريت أعملت شركة تاعة المسرح كيخذيت الفرقة الشركة خذتها بنتي وما خدمتش بالكل إلى يومنا هذا أعمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفرج فيك في أقر بقت في حاجة جديدة إن شاء الله شكرا لك منين نردين كانت اليوم ضيفتنا شكرا لكم على الاستماع الأسبوع القادم حميدة نيفر المفكر المؤسس لحركة النهضة إلى جانب فتاح مورو رجل غنوشي منذ الستينات معهو فمرجوع إلى مسيرة كاملة وتفكير كامل حول الإسلام السياسي شكرا لكم على الاستماع شكرا لك اللي منا يعيش ببارك الله وفيك وبسليب المستمعين لكم شكرا لك شكرا جيل سيلينا على على الاعداد شكرا كو شكرا نذال شكرا مروين الموعد معه سوصل أنت منتوا تجبت حتى العشية ما ساعتين ما قلقت حتى حد وما طولت على حتى حد بالعكس حسي تروح تقلقت أنت لا لا ما حبيتش الحزاب نشبت علوها ما ماد في لاوين لابونا براك الله